الأمر محتاج 63 يوم يعني 63 يوم وال63 يوم دول متقسمين 21, 21, 21 كل 21 هنركز على حاجة سلبية نحن نعاني منها ونفكر فيها دائما ما يحدث هو أن كل 21 دقيقة مختلفة تحدث لذلك نرى أنه يأخذ 21 دقيقة لتحرك من الأشياء ويجعل أكثر من الأشياء نحن 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 ثم يأخذ ثم يأخذ ثم نحن 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 21 دقيقة ثم نحن 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 لتحرك أن هذا النحن نحن يأخذ الكثير من الأشياء لتحرك المختلفة في حياتك أول 21 يوم بتغير طريقة التفكير السلبية وبنبدأ نولد طريقة تفكير إيجابية في نفس الأمر الثانيين اللي هما 21 يوم 21 يوم اللي بعد كده تثبيت الأمر ده لغاية ما يبقى عايدة عندي أن أنا أفكر بيها على طول وهنا هي بتقول على نقطة مهمة جدا وأنا دايماً بقولها لكم في البرامج أن أنا علي الإختيار وهو على التغيير أنا علي الإختيار لو أنا ما أخذتش الإختيار الصح وأخذت القرار الصح إن أنا أرفض القديم وأخذ الجديد والجديد ده هيبتدي يزهر علي في طريقة كلامي لأن زي ما الإنسان بيفكر زي ما الإنسان بيتكلم فأنا بفكر بطريقة جديدة بطريقة إيجابية باتكلم بطريقة جديدة وبطريقة إيجابية اللي بيحصل إن كل أمور حوالي بتتغير لإني بتديت أنت وبتديت أفكر بالطريقة الإيجابية فبأثر بالطاقة الإيجابية على المحيط اللي أنا موجودة فيه كل اللي أنا قدمته لك دلوقتي العلم بيقول إيه عن طريقة تغيير الزهن وطريقة التفكير العلم بيدينا الطرق إزاي نطبق الكلمة اللي موجودة في الإنجيل اللي ربنا قالها لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المردية الكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر